وينضم إلينا من برلين السيد إبراهيم كابان الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد إبراهيم بداية عندما نتحدث عن الخطابات الأمريكية التي أصبحت مزدوجة المعايير بشكل واضح والخطابات الإسرائيلية على جانب آخر التي هي بها نوع من المكابرة وأنها ستكمل هذه الحرب حتى تحقق الأهداف التي لم نرى شيء منها على أرض الواقع وهي تبحث عن أي هدف حتى تمسح ماء وجهها ربما كما نقول الآن على ماذا تعول إسرائيل في الفترة القادمة مع الدعم الأمريكي السخي وهي لم تستطع أن تصل إلى أي هدف في هذه الحرب أحياتي قبلية لكم ولي قناتكم الكريمة بسأكيد أن هناك استراتيجية دولية تقودها الأولاد المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهذه التحركات لا بد أن يكون هناك تحركات حقيقية عن المستوى الغير العالمي دائما هناك في السياسات الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية هناك شيء عالمي وهناك شيء غير عالمي وأنا أعتقد أن هناك بعض المكاسب التي تبحث عن إسرائيل في هذه الحرب هي التي قد تستطع باستمرارية هذه الحرب والموقف الأمريكي الواضح حتى إذا كان هناك ضغط أمريكا على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب فأنا أعتقد أنه ضغط من أجل تخفيف وطأة ما يحصل في غزة وبالتالي تبقى إسرائيل هي زراع الاستراتيجي لولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وبالتالي لا يمكن الفياسات الأمريكية تورسل في هذا الشرق الأوسط دون وجود العامل الإسرائيلي الإسراتيجي في المنطقة وبالتالي أعتقد أن المخططات الإسرائيلية التي ماحدت لها حركة حماس من خلال عمليته أعتقد أن لا تبقى حركة حماس بمشهد الفلسطيني في المستقبل حتى أعتقد أنه في حال تم القضاء على حماس في غزة لم يكن هناك أيضاً سلطة فلسطينية تطلع لحركة فتح أو السلطة الفلسطينية في دفع وبالتالي حتى الأشياء التي تتكررها إسرائيل واضح جداً هناك مخطط وواضح جداً هناك عملية كاش ملك في غزة ويراد أن ينهي لفس حماس قد يعتقد أنها خاسرة إيرانية موجودة وسط استراتيجية الأمريكية لإسرائيل